والله ان الدنار والدرهم الذي ينفق على الاهل اعظم اجر وثوابا وخيره عند الله من الذي ينفق في مسجد او في سبيل الله او ليطعام مسكين هذا قاله النبي عسى السلام في حديث صحيح وصريح قال دينار تصدقتوا على المسكين ودينار انفقتوا في سبيل الله ودينار انفقتوا على اهلك خيره الذي انفقت على اهلك وبعض الناس الضايقا ينفق على اهله ربما احتج ما تشبعون ما تخلهم شيء كل طلبات لا اخي تلقاها بسرور فانت تتقرب لله تدفع الاهلك انا ما اقولك اسرف ما اقولك ارمي المالك على اشياء تافية على اهلك لكن الشي يحتاجينه مولى ضرورة ضرورة شيء حاجة فهم اولى به من من الاخرين